حلقتنا اليوم يح نحكي فيها عن المأكلات اللي ممكن تساعدنا على خسارة الوزن مثل قبرة الأوزامبك كلكن أكيد سمعتوا عن قبر الأوزامبك، الويغوفي، المونجارو كل هالقبر اللي هنين عملوا أولاً لمرضة السكري وتبين مع الوقت أنه هيدول القبر عم بتساعد بخسارة الوزن نحنا عملنا حلقة كاملة عن هيدا الموضوع لكن اليوم لحنخصص الحلقة شو هي المأكلات اللي ممكن تساعدنا مثل هالأدوية أو هالقبر لخسارة الوزن بلمحة سريعة أول شي خلينا نفسر هالنوع من القبر كيف بيشتغل هوا دول القبر منسميهم قبر GLP-1 agonist يعني بيقلدوا أرمان بالجسم يلي هو GLP-1 مسؤول عن إحساس بالشبع بالجسم بيعلي مستوى الإنكرتين يلي هو هرمان الشبع وكذلك بيعدلوا مستوى الأنسولين بالجسم مما بيأثر بشكل كتير إيجابي عن مستويات السكر وهو دول الشغلتين بيخلونا نشبع أكتر ونأكل بكميات أقل ومن هون صارت خسارة الوزن مع هالنوع من القبر موضوعنا اليوم مش عن هوا دول القبر موضوعنا اليوم عن المأكلات الطبيعية اللي بتقدر تعليلنا مستوى هالجي أل بي وان بجسمنا كتير بحوث نعملته خاصة مؤخرا بس لقينا القبر كيف عم تشتغل شو هن المأكلات الممكنة يعلولنا جي أل بي وان ومؤخرا ببحث كتير جديد نعمل على اليوربا متة نعم المتة اللي بنشربها كتير بالجبل اليوربا متة معروف عنها أنه بتحتوي على كتير مضادات للأكسادي بتساعد أصلا بخسارة الوزن لأنه بتعدلنا مستوى الأنسولين وكذلك هي كتير مهمة للأشخاص لعند حساسية على الجلوتن لأنه بتخفف لن من حساسية الجلوتن لكن البحث اللي نعمل مؤخرا بيّن إدي عنده تأثير إيجابة على رفع مستوى جي أل بي وان بالجسم وكيف منتناولها؟ أكيد ما ننتبه ما نتعدى ثلاثة أكواب بالنهار لأنه كمية كستريت اليوربا متة أو المتة لأنه بتحتوي على النستوى أو كمية كافيينة كتير عالية ممكن تأثر بشكل سلبي عند الأشخاص اللي بيعانوا من طرقات قلب أو ارتفاع بدغط الدم وكذلك ما ننتبه أنه ما نتناولها مع الطعام لأنه ممكن تخفف من امتصاص الكالسيوم والحديد نوع تاني من المأكولات أو إذا ما بدنا نقول مأكولات اللي هني موجود به دول المأكولات هي الكوارستن أكيد سمعتوا عنه لأنه بيستعملوا عند الأشخاص اللي بتعاني من كتير حساسية عالية بدل أدوية الحساسية لأنه ما بتأثر وما عندها سلبيات مثل الأدوية اللي بتستعمل وسمعنا عنه كتير الكوارستن خاصة بفترة الكوفيد لكن هلأ بيّن كذلك أنه الكوارستن عنده تأثير إيجابي كذلك على رفع مستوى GLP-1 بجسمنا وين موجود الكوارستن؟ بكمية كتير كبيرة موجود بالبصل وبمأكولات غيرة مثل الحمضيات والبروكولي لكن أكتر شي موجود بالبصل من هون أهمية بس نكون عم نتناول وجبة يكون عم ناكل معها مثلاً صلطة نزيد كمية البصل أو حتى بطريقة اللي نحضر فيها الأكل نكون كمية البصل تكون شوي زايدة لأنه بتساعدنا على رفع مستوى GLP-1 بجسمنا من الأشياء الثانية الكامية معروفة بتعلي GLP-1 هي القرفة وحكينا قبل بحلقة عن أهمية القرفة كمضاد للأكسدة بيخففنا الالتهابات بيقطع من القابلية ولكن كما هو من المأكلات اللي بتعليلنا GLP-1 من أنواع كما الأشياء الثانية الممكن نزيدها هي الكركم شو ما بيعمل الكركم؟ يعني ما عنده أكثر من إيجابيات على جسمنا هو مضاد للالتهابات بيساعد على حرق الدهون أكيد بيساعد على خسارة الوزن مضاد للأكسدة ولكن كما بيّن أنه بيعليلنا مستوى GLP-1 لكن ما ننتبه كيف مناخد الكركم مش مهم ناخده بس بودرة ونرشه على الأكل كتير مهم أنه نغليه شوي نزيد عليه شوية بهار أسود بيزيد من الامتصاص من الكركم ممكن نتناوله قبل أو بعد الوجبة حكينا عن الكركم حكينا عن المتة حكينا عن القرفة بس ما ننسى كما الشاي الأخضر في دراسة كتير عملية كبيرة على الأشخاص اللي بتعاني من النوع الثاني من السكري وليقوا أنه هدول الأشخاص اللي بيتناولوا 500 ميلي جرام من الشاي الأخضر ثلاث مرات بنهار كان عندها تأثير كتير إيجابة على أول شي مستوى الكوليستيرول اللي منيح يعني عليلهم مستوى الـ HDL وكذلك حسلهم من حساسية الأنسولين حدلهم من مستوى السكر وأهم من هذا كله ساعدهم على تعديل على ارتفاع مستوى GLP-1 بما بيساعد على الشعور بالشبع وخسارة الوزن فإذن هدول القبر عم بيخلونا نخسر وزن لأنه عم بيعلولنا مستوى GLP-1 بجسمنا لكن شغلة تانية بيشتغلوا عليها هني بيبطقوا من عملية الهضم وبذلك امتصاص السكر بالجسم يعني مستوى السكر بيعلى بطريقة أبطأ فإذن نحن فينا نعمل نفس الشي كرمالة نساعد جسمنا بعملية الهضم وتبطيء عملية الهضم بس بدنا ناكل تيوصل المسج أو الرسالة من معدتنا للدماغ أنه نحن ناولنا الكمية اللي عايزينا من السكر أو الوحدات الحرارية بدنا 20 ديئة فإذن كل الأشخاص اللي بتاخد الوجبة بطريقة سريعة بيكون عندها ريسك أكتر أنه يزيد وزنها من هون أهمية تناول الوجبة عمهلنا مش أقل من 20 ديئة على طول أنا بعلم الأشخاص عندي أنه بس يكونوا عم بياكلوا مع الملأة أو الشوكة بين كل لقمة والتانية نجرم نحط الشوكة أو الملأة على الطولة هيدا بيساعدنا أنه نربح وقت كذلك أنه نبلش الوجبة تبعنا بالخضرة مثل السلطة أو شربة الخضار هيدا كمان بيبطق لنا من عملية الهضم وبيبطق مدة الوجبة شو فينا نعمل كمان كرميلتان ساعد بتبطيق الوجبة إضافة الألياف مثل ما قلنا السلطة والشربة كتير مهمة لكن فينا ناخد ألياف بطريقة زيادة بطريقة مثلا البسيليوم فايبر اللي هو كتير مهم ومعروف أنه بيوتي مستوى الكوليسترول غير جيد بالجسم نستحفي للأشخاص اللي عندها مشاكل بالكونستيبايشن أو الإمساك بالأشخاص اللي بتعاني من مرضى السكري أمراض القلب بدأت توتي مستوى الكوليسترول غير جيد بجسمها كل هؤلاء الأشخاص ننصحهم أنه يتناولوا السيليوم وكذلك أهميته السيليوم أنه بيخفف لنا من عملية الامتصاص وخاصة النشويات يعني عم بيبطئ من امتصاص السكر بالجسم وكذلك بيعطينا فوليوم يعني بيعطينا حجم للمعدة بيخلينا ناكل بكمية أقل كيف منتناول السيليوم بناخد تقريبا ملعقة كبيرة بكباية ماء كبيرة على القليلة 10 دقاية أو ربع ساعة قبل الوجبة وبناخد معا كباية ماء كبيرة هيدا نوع من الألياف بيحتاج كثير من الماء كرمالتها ينفخ ويشتغل شغله من غير أنواع كمان من المأكولات الممكن نساعد فيها لأبطاء عمليات الهضم وحكينا عنه قبل وعطول منحكي عنه هو خل التفاح الأستيك أسد الموجود بيخل التفاح واللاكتيك أسد الموجود بقلب الحامض نيناتهم بيساعدونا على أبطاء عمليات الهضم بيخففوا من عمليات هضم وخاصة الوجبة الغنية بالنشويات بس نقول خففنا من امتصاص النشويات يعني خففنا من ارتفاع مستوى السكر بالدم وبذلك بيخفف من الجوع يعني بيخفف تقريبا 40% من مستوى السكر بدمنا تعفوش يعني 40% نسبة كتير مهمة بذلك بيخلينا نحس بالشبع بالوقت أطول لأنه عم بيرقل جلنا مستوى الأنسولين والأنسولين مثل ما قلنا على طول هو الأرمان المسؤول عن تخزين الدهن بالخلية جسمنا وبالأخير وقبل ما أختم بدي أذكركم أنه هؤلاء النوع الأبر يلي عم نستعملون كتير لخسارة الوزن منهم معمولين للأشخاص تيخسروا فقط وزن هؤلاء معمولين للأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية فإذا ما تستعملون من دون استشارة الطبيب المختص لأنه لازم نعمل أنواع من الفحوصات قبل ما ناخدون لأنه بيأثروا بشكل كتير سلبي يمكن على جسمنا إذا نحنا مننا عايزينهم وبالأخير وكمان كمالتها أختم شو هنه حيرجع على السريع شو هنه المأكولات اللي بيساعدونا أولا لنزيد مستوى جي أل بي وان وكذلك لتبطيق عمليات الهضم حكينا عن أهمية اليوربا متة أو شاي المتة الشاي الأخضر الكركم القرفة المأكولات الغنية بالكوارستن مثل البصل البروكولي والحمديات وكذلك سيليم هاسك أو الألييف والأستيك أسد أو اللاكتيك أسد الموجود بالخل أو الحامض وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالحلقة وبلاقيكم بحلقة ثانية من جود فود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر